شهدنا في كل مكان سلام الله عليكم وأهلا بكم إلى غرفة الأخبار والآن إلى فقرة ضيف الغرفة تسبق الجمعية والخيرية عبر مختلف ولاية الوطن الزمن لمواكبة شهر الفضيل من خلال جمع أكبر قدر ممكن من الإعانات الغذائية لإعادة توزيعها على المحتاجين والمعوزين والمتضررين من جائحة كورونا خاصة أن شهر رمضان يحل وللعام الثاني على التوالي في ظروف استثنائية بسبب إجراءات الوقاية التي أقرتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا وهو العامل الذي يفرض جهدا مضاعفا من الخيرين والمحسنين لمساعدة الأسر المعوزة والعائلة التي فقدت مصدر رزقها أو دخلها جراء الحجر السحي للحديث أكثر حول هذا الموضوع أسعد باستضافة لخضر بومرزوك أيسو جمعية أمل الخيرية أهلا بك سيدي سهلا صبح النوع يوم سعيد لكل أصدقاء البلاد وكل مواطنين السلام عليكم أزول في اللون جمعين بداية أستاذ خمسة عشر يوما تفصلنا عن رمضان كيف تستعد جمعية ينبيع الأمل الخيرية لهذا المناسبة والله يشوف جمعية ينبيع الأمل أو جمعية الأمل حي 23 معلمة هذه المنطقة منطقة الظل بامتياز تستعدك كل سنة من أجل خدمة وتنمية للمجتمع خاصة ما نحن فيه مع الكوفيد وهذا الهم الذي نتمنى أن يرفعه الله عز وجل بهذا الشهر الكريم هي تستعدك كل سنة برنامج متكامل ننطلق ونحن في جمعية ينبيع الأمل أو في جمعية الأمل حي 23 ننطلق من المبدأ الثقافي للعمل الخيري فنحن نريد أن نكرس ثقافة التعاون ثقافة خدمة الآخر ثقافة المجتمع الواحد من أجل التلاحم والترابط والتكامل فنحن في بلد واحد بتاريخ ذهبي بشراكة بين المجتمع المدني وسلطات المحلية والوطنية في شهر الشهداء على مقربة شهر رمضان نستعد ببرنامج متكامل من خلال خمس محاور أساسية طبعا عندنا هدية رمضان نسميها هدية رمضان لأنه هذا المعوزة وهذا الفقير يحتاج إلى هدية مستورة فالقفة نوزعها بإذن الله تعالى من خلال تبضاعات المحسنين وتعاون بعض المؤسسات بإذن الله تعالى على كل من أحصيناهم من العائلات بالنسبة للقفة أنتم أسميتمها هدية رمضان لماذا هذا الاسم بالتحديد؟ والله أنا قلت لك الأصل عندنا في العمل الخيري هو الجانب التربوي تعود جانب الثقافي حتى يتغير الكمبرتور مواطعنا في العمل الخيري والإنساني بحيث أنه نريد أن ندعمه دون أن نحرجها نريد أن نكريمه دون أن نضعه تحت الكاميرا والصورة وبالتالي سميناها هدية فهي هدية حب وأخوة وجيرة ومواطنة لهذا سميناها هدية حتى تبقى في هذا الحلة هدية بإذن الله تعالى يصوم دون أن يحرج ودون أن نمس من عرق وجهه بإذن الله تعالى كم من هدية إذن الجمعية تسعى لتوزيع على الفقراء خلال رمضان؟ نحن نأمل الكثير لكن في المعدل الآن في المتين هدية بإذن الله تعالى ونأمل الكثير وندعو أهل الخير أن يلتحقوا بإذن الله تعالى إن شاء الله وما هي مكونات قفة رمضان أو الهدية كما اسميتم والله هي قفة متكاملة كل ما يحتاجه المرأة في كوزينتها كما نقول نحن موجود بإذن المطبخ خالتها موجود بإذن الله تعالى في القفة إن شاء الله بجودتها يعني بالشيء الذي فيه رمضية الهدية بإذن الله تعالى نعم بالنسبة لفئة المستهدفة هل هناك دراسة بالنسبة للملفات الجمعية عندها؟ نعم نعم نحن عادة قبل جمعية الأمل حيث 23 هذه الجمعية الفتية اللي رأي في منطقة الظل وتحية لكل سكانها من خلال شاشتكم في جنعية الأمل نحن العمل الخيري نستثنيه في المناسبات لأنها جمعية ثقافية فنحن عدنا ملفات منذ أربع سنوات لفئة نسميها يحسبهم الناس أغنياء من التعرف هذه الفئة نركز عليها كثيرا لأنها قلة ما ترفع يدها من أجل الطلبية فهذه الفئة نقصدها أكثر ونحن الحمد لله خلال السنوات الماضية في فرعنا المختلفة وصلنا إلى تحقيق هذا المبتغ هذا والحمد لله ونواصل في نفس الخط وكيف تتم عملية الإحصاء؟ يعني مما أن الناس هي يحسبهم الأغنياء وفقراء الناس أغنياء من التعفوف نعم نرى إحنا العائلات من خلال التواصل نحن موجودين داخل المجتمع ونأخذ المعلومات من الثقة من الثقة فالمعلومات هذه نأخذها وحتى هذه الهدية يأخذها المعنى من المكان وكأنه لا حد يعلم طبيعة هذه القفة أصلا فأحنا لقوائم موجودة ومحصات منذ بداية هذه العملية قبل أربع سنوات بالمئة جميل بالنسبة للإعانات كيف تحصل عليها جمعية نبيع الأمل؟ هل هناك مساهمين دائماً؟ أم أنه مساهمة على الناس الخير؟ ولا يشوف نبيع الأمل هذه السنة تركز على جمعية الأمل حي 23 تركز على مناطق الظل لأن مناطق الظل تشعر بالعزلة فنحن من خلال هذه العملية والعميات الأخرى نحاول أن نخرج هذه الأحياء من هذه العزلة بالعمل الثقافي والترباوي ونكمله بالعمل الخيري الإعانات تأتي من المحسنين وتأتي من المؤسسات الاقتصادية فنحن ندقدق باب كل الناس التي ممكن نستشف منهم الخير بإني الله تعالى وفيه تجاوب جميل بالنسبة للنشاطات كنت تتحدث أنه فيه نشاطات عديدة سطرت لشهر رمضان إن شاء الله زيادة على هدية رمضان أو قفة رمضان ما هي نشطات الأخرى؟ نعم وبالنسبة للمحاول الخمسة قلت إذن فيه هدية رمضان فيه نفس الخط فيه صيامك جنة لأننا نركز على العمل قلت عن الجانب الثقافي والترباوي في العمل الخيري فنحاول أن شبابنا وأطفالنا يشاركوا من خلال نشاط صيامك جنة على الطريق السريع هذا الشيء الذي يمده قبل الأذان موائد إفطار لا مش مائدان لكن حتى الصائم اللي ماشي في الطريق السريع يقدر يكسر رمضان ويمشي لبيته وهو مرتاح وبدون سرعة هذا الشيء من الطمر هذا الشيء الذي يكسر به صيامه فنحن أولا نحفظ وطننا من طريق السريع والحوادث وكذا ونعنب أبناءنا أن يساهموا في إفطار صائم ونشعر السائر على الطريق أنه الكل صايمين والكل رحمين بعضهم وما زال خير هذا بالنسبة لصيامك جنة بالنسبة للجانب الروحي نحن فيه مسابقة بلبي القرآن الكريم اللي ارتعينا هذه السنة أنها بإن الله تعالى أنها تكون تصفيتها النهائية في منطقة سيدة عبدالله خاصة مع تجاوب سيدة الولية المنتدبة وحركيتها الدائمة في الميدان هذا يجعلنا أن نركز هذا النشاط بإن الله تعالى في هذه المنطقة وخاصة ونحن أؤكد دائما لأنني الآن أنا سفير منطقة الضل هذه الخاصة نحية 23 و22 محوى ما يسمى بهلال سيدة بن نور هذه المنطقة التي تحتاج إلى الاتفاة من الصغير والكبير من المسؤول والمواطن فنحن نسعى من خلال هذه الأنشطة أن نقول أن نحن هنا فنرجو منكم أن تلتفتوا زيدة على هذه النشطة فيها الحياء المناسبتين للكميمتين غزوة بضل وليلة 27 من خلال ختان جماعي طبعا هذه كلها بالتنسيق مع الجهة التبصمية حتى نحفظ للكوفيد حقه حتى نمشي مع القانون بإن الله تعالى فننصعى بإن الله تعالى أن نحي هذه المناسبتين بأطباء شمال وبنسبة المواد الإفطار هل تسعى الجمعية لتنظيمها هذا العام أنها ممنوعة هذا العام كذلك؟ والله يشوف ما زال ما فيهاش نص نهائي لكن احنا اللي ركزنا عليها ركزنا على حاجة واسمها مائدة الإكرام هذه في حي 23 مائدة الإكرام احنا في منطقة ما زالها أشغال ما زالها شنطي وفيها عمال وفيها عم الأجانب ونحن مسلمون على صيغة يا أخي في الهندي أو في المغربي أنا منك أنت مني أنت بي لا تسهل عن عنصري عن نسبي إنه الإسلام أمي وأبي فهذا العمال هذا المسلمين يجب أن يشعر أنهم في بلد مسلم مع خاوتهم مسلمين فأردنا أن يكون هذه المائدة احنا قلنا وحدة في جمعة لكن مائدة إكرام مائدة يعني نشعر الأخ المسلم المتواجد في الجزائر أنه في بلد مسلم يكرمه لا يفطره لا يشعره أنه مع إخوانه فأحنا نسميناها الإكرام حتى تكون بأجوة ما يقدمه المواطن وما يقدمه المحسن بالله تعالى بالنسبة الجزئية الجمعية تقدم هدية رمضان عبارة عن مواد غذائية وما إلى غير ذلك هل هناك مبالغ مالية أنها العائلات معوزة بعين ذاتها لا حتى نكون معك صادق في هذه الفترة بالدخل لا يوجد فأنتظر نحن نحن في هذه المحاور الخمسة بين الله تعالى نركز على المواد الغذائية ونركز على دعم طبعا ولي كل حادثين حديث بين الله تعالى بالنسبة لأنشطة الجمعية خلال جائحة هل هنا كانت قدمت مساعدات ونشطة غيرها نعم هي مشات مع ككل الجمعيات نتكلم عنها نبيع الأمن أو لما نتكلم عن جمعية الأمن حيثة عشر اللي هي فتية بدايتها من سبتمبر فهي جمعية فتية لكن شرائب أعناقة أعضاءها إلى إلى الوصول بها إلى خدمة وتنمية المجتمع في أبهى صورة بإذن الله يتعب بالتعاون مع السلطات المحلية بقى الأيام ما هي النشطات التي تقوم بها جمعية ينابيع الأمل أو جمعية أمل الله يشوف ينابيع الأمن لا تغيب الولائية لا تغيب عن أي مناسبة لا تغيب عن أي خدمة للمجتمع في جوانبها المختلفة لأنها هي شباب وطفولة فهي لا تتغيب عن كل مناسبات تشارك في كل ما يخدم المجتمع تبرمج لكل مش بالشكل الفوكلوري لكن بالشكل الذي يعطي نكه ويخرج نتائج منموسة في الواقع فهي لا تغيب عن نشاط البيئة ولا تغيب عن نشاط كل ما يقهن طفولة وشباب فهي تخدم المجتمع من خلال أبنائه في كل المناسبات الوطنية والدينية وحتى قلت العالمية يعني لا بيئة نغيب عنها ولا دين نغيب عنه ولا وطن نغيب عنه فنحن يد بيد لخدمة المجتمع كنت قلت لأستاذ الأخضار أن الجمعية أخذت على عاتقها عادة تتهيئة بعض الأحياء هنا في العاصمة كيف تتمت العملية وكيف كانت المبادرة وصلت إلى لب القصيد نحن في جمعية الأمل نسميناها الأمل لأنه نحن نعيش في منطقة الظل وسكاننا في حي 23 وفي محور نسميناه هلال سيدي بن نور اللي فيه أكثر من 15 ألف ساكن كلهم من العاصمة يعني مشاو أرب يكتبنهم يعيشوا في هذه السكنات سكنات عدل المنطقة لكن تكاد تخلو من التهيئة تكاد تخلو مليئة من النقائص تدعو الله عز وجل أن يرفع عنها هذا الغبن أنه عيش غبن حقيقي من خلال قناتكم أرفع ندائي إلى وزير السكن وإلى مدير عدل وإلى كل مسؤول في هذا البلد أن فيه مواطنون فيه مجتمع يعيشوا في سيدي بن نور هذا الهلال كله حي 23 في قلبه يشكو إلى الله عز وجل من الغبن النقل الذي كان خاص والحمد لله بالجريات على الجمعية والناس الفحولة وصلنا له لا هاتف في رن وصعوبة أنك تحكم أهلك لأنه ناقص لا منشآت قاعدية مدرسة ابتدائية وحينا موجودة والمدارس الأخرى متوقفة متى تنطلق أين يدرس أبناؤنا لا محلات تجارية مفتوحة المواطن يعيشوا العتمة بكل معانيها لهذا ننفع صوتنا بكل أدب لكل مسؤول يشاهدوني الآن خاصة وزير السكن ونحن نريد مقابلته لأنه حي 23 حي 22 حي أولاد العربي حي 25 هذا الهلال اللي فيه المجتمع يفوق 60 ألف نسمى من السبتمبر الجاي يدعوكم أن تلتفتوا نحن نسعى من أجل خدماته وتهيئاته والتواصل مع الجهة الرسمية وأنا شاكر للوالية المنتدبة وقفها الدائم لم تحركيتها الدائمة وهذا ما يشعرنا بالأمل أكتر لكن ندعو الجهات وقفها أن تلتفت وخاصة نقولها الآن نحن الآن لدينا عمارات جاهزة من نوفمبر لم توزعها المواطن يعني يجي يشوف عمارته هاك ويمشي ولعلامة استفهام عندنا عمارة موزعة في الألف وثمانين الحي القديم اللي نحن سكنين فيه من ألف من الفين وتسعتاش فيه نقائص بالجملة لا أحد أجابنا عليها من يجيبنا كالناس ما الدوش لبراكارت تحهم ما الدوش لربيني تحهم إلي حد الساعة لا أحد يجيبك عندنا في الحي الجديد أكتر من 26 عمارة مننا الـ 15 ولا 10 أغير الجاية تكون جاهزة ندعوك يا سيدي الوزير بشهر رمضان أن تفرح هذه العائلات اللي عندها 20 سنة وهي تنتظر فيهم من شاب شعره وحدودابا ظهره وفيهم من مات قبل أن يستنيم سكنتها فنحن من جمعية الأمل في قناة البلاد التي تعبر عن أمل المواطن ندعو الجميع أن يكون رمضان هو موعدنا من أجل إعادة البصمة ورفع الأمل من سوب الأمل أمل موجود بإن الله أنه أملنا في ربي سبحانه وتعالى إلى خدمة المواطن بالنسبة لنشاطات الجمعية في مناطق الضيل خارج العاصمة هل هناك نشاطات أخرى أم أن تسرت فقط على العاصمة؟ والله إحنا كما نقول نكسد رجلنا حسب غطانا إحنا حياءنا تأخذ وقتنا كله لأنه ما خرجنا للكماليات نحن في الأساسيات غارقون إحنا أساسياتنا وقتنا كله حتى تقدر تفليكسي الوقت لا يكفيش باش نمشي في حاجيات المواطن في منطقتنا بالنسبة للجمعيات رأينا أن الدولة انفتحت على الجمعيات وعلى دور الجمعيات ونشطاتها كيف صار أنت كرئيس جمعية كيف صار دور الجمعيات في هذه الفترة؟ والله شوف أنا رئيس جمعية من 93 منذ أن كنت شابا نياف الحركية الأخيرة في تسهيل عمل الجمعيات شي مهم برز بشكل قانوني تسهيلات جميلة جدا تعطي نكة خاصة لكن فيه نقطة حساسة أشير إليها جمعية هذه نعم تجي وتطوع وتخدم لكن كان إشكال أن الجمعيات لا تملك مقرات ولا تملك أن تشتري مقرات هي جاية تطوع فآلاف المحلات موجودة خاصة في السكنات عدل لماذا لا نؤجر هذه أجر للجمعيات حتى تخدم المجتمع حتى تؤدي واجبها لأنه اليوم اليوم شاركة بين المجتمع المدني والمصالح المحلية والدنيا والدولة كلها هذا هو الشعار الجديد فخلي الحلقة اللخرة هذه الذهبية هذه اللخرة أنها تشترك حتى نؤدي حق الشهداء وحق الوطن وحق الدين ونمشي بالجزائر إلى بر الأمان لأننا لا نزيدنا نخدمه ولا نزيدنا نؤديه الواجب وما عندنا نزيد على حد فلكن التسهيلات تزيد من قوة الأثر ومن قوة العمل ومن منتوج يفرح له الكبير السريع نعم بالنسبة كنت تتحدث عن المحلات هل هناك جمعية تقدمت بطلب الكراء أم أنه ولقات رفض ولا يطلبنا لا يطلبنا لا يطلبنا لا يطلبنا لا يطلبنا لكي نعرفه حتى ننصف لم نجد جوابا لكن لا يوجد رفض لكي لا يوجد جواب فنحن نتمنى هذه الاتفاة الجمعية تتعب في العمل لكن تتعب لأنها تحوس من دي المقر وتخاف أنها تأخذ أي مقر بدوننا فنحتاج إلى على أقل تأجير تسهيل أمر للجمعيات حتى تدب الحياة المجتمع المدني وبقوة خاصة في مناطق الظل نقولها ونعودها سيدي عبد الله كلها تحتاج إلى ديناميكية بدأت التحرك من خلال أنا قلت ليس مدحن ولكن إنصافا من خلال الولية المنتدبة التحرك جميل جدا من خلال سلطة محلية في معالمة التحرك جميل جدا المجتمع المدني لما تسهله لما يلقى مكانك يجالس معك هنا ينطلق منه سيبدأ لن الجزائري خيم بطبعه ولد الجزائر يعشق أنه يخدم الأخ وهذه طبيعتنا وهذه طينتنا بحق ونحمد الله عليها الحمد لله بالنسبة للرسالة التي تريد أن توصلها جمعية الأمل للشباب وحتى المواطن والله يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل يا رسول الله من خير الناس قال أنفعهم للناس فرسالتنا لكل شبابنا وكل مجتمعنا أنه يسعد الذي يخله فكلنا مجتمع مدني وكلنا لابد يكون لدينا أثر حتى يبقى أنه الصح كامل في الشي الذي نخله لأنه الدنيا هذه للعطاء في المطني ولما نمش نخله بصمتنا كما خلوها الشهداء كما خلوها الصالحين في هذه البلاد فلابد أنه أدي هذا الواجب وهذا كلمة أخيرة توجهها الشباب والناس اللي حب إن شاء الله تشتغل مع رمضان هذا وتقدم مساعدة ومساهمة للفقراء والمحتجين والله نداءنا لكل من له قدرة على الدعم أن يلبي واحدا اثنين نداءنا لكل أحبتنا في جمعية نبيع الأول أو جمعية الأمل حالي 23 أن يسرع في التحرك لأن المجتمع يحتاجه ثالثا نداءنا لكل السلطات أن تيسر السبيل الوصول إلى هدف هذا الهدف المنشود وهو نبيل جدا خدمته المجتمع وأي مجتمع جزائر غالية تاريخها غالية مستقبلها غالية بحضرها فخدمتها يعني حتى بماء العيون يعني خيص يعني يعني أنه سبق من أعطاها من دمائح هذه كلمة أخيرة وش نقول نقول حمى الله جزائر وحمى كل رجل وكل مرأة تملك من الشهام لخدمة هذا الوطن إلى آخر دقيقة لأنه الحياة بالعمل وبالإنتاج وبمساهمة خدمة الآخرين هدائي لكل محبي جمعية ينابيع الأمل لكل محبي جمعية الأمل وهي جمعية المعتمدة قانونا في هذه المنطقة ولكل عائلتنا من من هناك من أعالي البلاد القبائل من أمزاراج إلى العاصمة إلى كل الوطن نأمل أربي سبحانه وتعالى أن أن تعم الصحة وأن يغيب عن هذا الوباء وأن نلتقي في عيد نفع فيه لواء الفرح بإذن الله بإذن الله أربي مرزوق رئيس جمعية نبيع الأمل شكرا جزيلا لك الله يبقى فيك ولكل المواطن إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختم ضيف غرفة الأخبار فقارة الغرفة متواصلة لكن بعد الفصل